سلام يا احمد. كون السلام ورحمة الله يا بركاته. ازايك يا دكتور? ربنا يشترك. وعليكم السلام ورحمة الله. انا احمد من الغربية عندي بس مشكلة بسطة عرضة عليك فما فيش دقيقتين اتنين على ام. فضل افاند فضل. انا اصلا متزوج بعل ثلاث سنين ونص وما دي رضبك مني اكتر من اربع مرات كل ده عشان تتفصل من امي. مسائلا عملت لها الوحدها في الدول التاني. وكل اللي طلبته منها انها بس يتأكل الام وتشررها بس مش عايز منها حاجة خالف حتى ان والدتي ست مريضة عندها السكر وتغطب وبتعاني من مرض نخي في الاعصاب. واخواتي الاربعة البنات كلهم متزوجين. وانا بساتر وباجي سبعة ايام في الاسبوع. سبعت سبعت ايام في الشهر. تمام? اخر مشكلة ان زوجتي وصلت لمرحلة انها تفت في وش امي. وحاولنا برضو ان احنا نصلحها مانش عارف اعمل ايه ولا عارف ان انا سوي ايه ورحت عشان حتى احل اللي انقصال بالتراضي مرضوش ايه لا احنا هنمشى عن طريق المحاتم. لان انا ماشي بقول الله تعالى واني اتفرقها يقول ان كل واحد من هما من داعتي. لا لا الاية الاية غلط يا احمد واستمحلي معليش انا اسمعتك بس اخليك معين وصدق اياه. هو انت تقدر تجيب لها خدامة سعيدها يا احمد. ايه لا لا اقدر اجيب لها خدامة. اه شغالت سعيدها في خدمة امك. انا مش عارف ارفض عليك في اقولك ايه صراحة. اقول اي او لا. ظروفك المادية تسمح. تجيب واحدة بستمائة بالف جنيه في الشهر. تخدم امك ومراتك تبقى مشرفة. واجب عليك انك تعمل كده. لو ما تقدرش. يبقى مراتك مجرمة. لو سابت امك عيانة وهي تقدر تخدمه وما تخدمهاش. لكن انا ابن امي مش جايب مراتي خدامة لامي. انا جايب مراتي عشان اتجوز وخلي في واستمتع. حصلت ظروف عرضة. امي بقت عيانة. اخت بقت مكسحة. ابويا معرفش مين. حالة المادية. تسمح. ده مش كده وباس. ضمك لو قادرة. امك لو قادرة. انها تجيب شغالة بالف جنيه في الشهر. تحميها. وتأكلها. ليس عليك. وانت ابنها مليه مواحد. وامك تسرب من فلوسها. الدين معجانة. عمره مكان معجانة. احنا عجانة. الامر بالترتيب كده. امي عجوز. لكن صلى الله على محمد. هنا وهنا و. وعندها اتنين كيلو دهب. ومعهاش. وفلوس بالبنك. تصرف على روحها. وانت تجيب لها بسكوت. كيلو فاكة. امي ما معهاش. انا ودوى. وكسوة. وسكن. انا ابنها. ولا مراتة تتدخل. الا في حالة واحدة. وانا اقولها لها. انا احمد. انا. صلى الله على احمد. ومبشرا برسول ان ياتي من بعد اسمه احمد. انا احمد يعني فاهم ديني اه. بص يا عيشة. انا امي دي. كبرت. وانت عارفها يعني ايه كلمة ام. من غير المفروض ان امي تصرف على نفسها من فلوسها. لكن يا ولدي ابويا سابها غلبانا. وهي ملاش حاجة. والمفروض ان انا انفق على امي من مالي. واجيب لها شغالة. زي ما اجيب لها دكتور. لان انا مش جايبك شغالة. واجيب لها انا دكتور. يعني ما روحش اصرف على امي. ميت الف جنيه. علاجه ده. وعلى قلبي زي العسل. وما يهونش علي اجيب شغالة. واقول لا. ما انا جايب بنوتة في البيت بيت الناس خدامة. ده جهل. ده عميلة بجهل دي. فانت حبيبتي شايفة. لا امي معاها. ولا انا اقدر اجيب لها شغالة. البركة فيك بقى. والجملة اللي جاية دي واجبة. تسطرين في امي. الله يسطرك. في روحك. وفي زريتك. خلا تقول لا بعد الشرح ده. تقول لا بقى يتفرق وتقول لي الآية غلط يا ابو حميد. لا هي وان يتفرق يغني الله كلا منهما. ده امتى? ده لو الجدر وقع. ولا صلح نافع ولا بتاع نافع. لكن امك ايه اللي دخلها في الموضوع. يعني ايه امي تبقى سبب في طلاقي يعني ايه. ولا بويا ولا كائنا من كان. طلاق ده انا حتى بقول لكل الدنيا. لبنتي. انا اجوزك. لكن الطلاق بتاعك. بقولك الدين احنا عكا يا عكو عكا. الولي في جواز. مش في طلاق. الطلاق ده بتاعها هي. لان هي اللي بتقول مع السلامة باب. لو افرض ان انا عند بنتي. وانا ما بروحش. اروح دي ايه? انا روحت البنتة اربع مرات. اروح ليه? ما انا بتجيني وانا بتطمن عليها وكل الحوار اللي بيننا هواريو. هواريو. مش تفاصيل. مبسوطة خلاص. زعلانة انصحها. لكن افرض ان انا روحت عند بنتي تلات دقايق. مش هتقف على الباب وتقول لي مع السلامة يا ابويا. وتقفل الباب. انا اعرف بقى ايه اللي ورا الباب. لا. وافرض ان جوزها مؤدب وراجل شيخ المؤدبين ومحترف. واقف معاها عند الباب. طب. لانا قافلت الباب. هل انا ضامن. انه خدها تحتباطه ورجعه. للليفنج روم. او للبيت روم. او ندتهم لا. يعني يتمحل السنة كده. انا معرفش. ولا انا مشيت من هنا. وهو ولا. ورا ارصة من دراح حاجاته ارصة وستين ارصة. ما تقولولي. اللي يعرف اللي ورا الباب. اللي خلق الوجود ولا يخفى عليه شيء. ده كلام. مش داعي ان انا نقوله. لانه معروف. ها. وفي الوقت نفسه. هي. فهي صاحبة القرار. عيشة معاه للونهار. هي صاحبة القرار. عيشة معاه للونهار. هي صاحبة القرار. عيشة معاه للونهار. حلوة والله العظيم موزونة.